اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن خمول او كسل الغضة الدرقية او الهايبوثيرودازم الفيديو ده موجه للاطباء ولو فيه ناس من المرضى حابين يزودوا معلوماتهم مفيش مشكلة يتفرجوا على الفيديو لكن لازم يعرفوا انه ممنوع ان حد يبدأ علاج او يزود جرعة او يقل الجرعة او يعمل فحوصات بدون الكشف واستشارة الطبيب وما تنساش وانت لسه صاحي في البداية بقى اعملي لايك للفيديو كنا تكلمنا في فيديو قبل كده عن ازاي تقرأ وتفهم وظائف الغضة الدرقية ازاي تعرف ازا كان فيها نشاط او خمول او غيره وهسيب لك الرابط بتاع الفيديو ده في الوصف اسفل الفيديو والنهاردة هنتكلم عن اول مشكلة من مشاكل الغضة الدرقية اللي هي خمول او كسل الغضة الدرقية هايبوثيرودازم الغضة الدرقية بتفرز هرمونات مهمة جدا تقريبا لكل خلية في جسمنا عشان كده لما يحصل كسل او خمول في الغضة الدرقية وما تفرزش الكمية المطلوبة منها بتأثر على اعضاء كتير او في جسمنا والعيان يبدأ يظهر عليه اعراض كتير ايه هي اعراض كسل او خمول الغضة الدرقية؟ ركز معايا ممكن العيان يكون بدون اي اعراض في البداية لو الكسل ده بسيط او كان لسه في بدايته فممكن العيان ما يبقاش عنده اي اعراض او ممكن العيان يجي باعراض من ضمن اعراض كتير جدا هقولك عليها زي مثلا ان العيان يبقى تعبان طول الوقت عنده ارهاق عنده خمول عام العيان وزنه بيزيد وعنده فقدان في الشهية ممكن يكره البرد والشتة ما بيتحملش البرد الجلد بتاعه بيكون جاف وبيبقى عنده قلة في التعرق ما بيعرقش كتير وممكن يبقى عنده تساقط في الشعر ممكن يبقى نايم على نفسه طول الوقت عنده صعوبة في التركيز بينسى كتير ممكن يدخل في اكتئاب يبقى عنده بطء في الكلام خشونة في صوته صوته يدخن خصوصا لو ست تلاحظ ان صوتها بدأ يدخن ممكن يبقى عنده الام في المفاصل والعضلات وممكن يبقى عنده ضعف في الاطراف يعني اديه ورجليه قوتهم قلت ممكن العيان يبقى معاه امساك ممكن لو سيدة يبقى عندها عدم انتظام في الدورة الشهرية وممكن تأثر على الخصوبة يعني تأثر على الحمل بالنسبة للسيدات او الرجال ممكن يحصل تنميل في الاطراف وممكن يحصل زغلالة في العين وممكن السامع يقل تعبت ولا لسه ده ممكن كمان يحصل احساس بالاختناق ممكن يبقى فيه قلم في الغدة نفسها ممكن يبقى فيه قلم اثناء البلع ممكن يبقى فيه تورم في الوجه حوالين العين ممكن الاطراف السفلة تورم بس دي بتبقى في الحالات الشديدة شوية ممكن في الحالات الشديدة كمان اللي ما تعالجتش يحصل تدخم في عضلة القلب وممكن يحصل أو تجمع مية حوالين القلب وممكن يحصل في الحالات الشديدة قوي يعني صدمة قلبية ممكن كمان في الحالات الشديدة يحصل حاجة اسمها أو غيبوبة خمول الغدة الدرقية دي بتتميز ان ضربات القلب فيها بتبقى بطيئة مستوى السوديوم بيبقى قليل هيبوناتريميا ساني اكسيد الكربون بيبقى كتير لكن زي ما قلتلك دي في الحالات الشديدة فقط اللي ما خدتش عليا وكمان خلي بالك مش لازم الاعراض دي كلها تيجي مع بعض طبعا ممكن عيان يحس بشوية اعراض منهم عيان تاني يحس باعراض مختلفة وهكذا وانت كدكتور لما تيجي تكشف على العيان هتلاحظ الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي الاعراض دي بالاضافة انك ممكن تلاقي العيان بيل يعني باهت سبب الانيميا اللي ممكن تكون موجودة ممكن تلاقي الجلد بتاعه جاف ممكن تلاقي قلة في الشعر بتاعه سواء شعر الرأس او شعر تحت الابط او شعر العانة ممكن تلاقي العيان بيتكلم ببط ممكن تلاقي العيان عنده يعني تعبير وملامح وشه مش بتعبر كويس عن حالته المفروض اللي بيتنرفز وشه بيبان عليه اللي بيدحك اللي متعصب لكن ده عنده ضل الموضوع سابت ممكن تلاحظ البرى أوربتال إديمة اللي هو الورم اللي حوالين العين ممكن تلاقي ماكرو جلوسيا يعني اللسان بتاع العيان ممكن يكون تخين شوية أو كبير شوية لما تيجي تقسل الضغط ممكن تلاقي السيستوليك قليل إنما الدياستوليك عالي ممكن تلاقي العيان ده عنده هايبوثيرميا درجة حرارته قليلة ممكن تلاقي القديمة أو التورم بتاع الساقين بتاع العيان ده وبيبقى يعني لما تدوس عليه بصبعك ما يسيبش علامة وممكن تلاقي الهايبو ريفليكس يعني رد فعل الأعصاب بتاعه قليل تيجي تعمله الني ريفليكس تخبط على رجبته المفروض يعمل رد فعل معين بتلاقيه قليل عن الطبيعي بتاعه إيه هي أنواع خمول الغدة الدرقية يعني العيان ده هيبقى عنده خمول دائم ولا مؤقت ولا موضوع إيه بالزبط السبب إيه بالزبط صح صح معايا إحنا عارفين أن الغدة الدرقية اللي موجودة في رقابتنا دي بيتحكم فيها غدة موجودة في المخ اسمها الغدة النخمية بتيوتري عن طريق هرمون اسمه تي اس اتش يعني الغدة النخمية بتدي أمر للغدة الدرقية بالهرمون ده بتطلع تي اس اتش تروح تقول للغدة الدرقية اشتغلي والبيتيوتري الغدة النخمية اللي موجودة في المخ بيتحكم فيها جزء آخر في المخ اسمه هايبوثالمس عن طريق هرمون اسمه تي ار اتش فلو إحنا عندنا مشكلة في الغدة الدرقية نفسها بنسميها برايماري هايبوثايروديزم وبنلاقي ان التي اس اتش عالي لان الاوامر اللي جاي من فوق كتير لان الغدة مش شغالة فتلاقي التي اس اتش عالي والفريتيفور قليل كده تبقى الحالة دي برايماري هايبوثايروديزم اما لو كانت المشكلة من الغدة النخمية اللي في المخ أو الهايبوثالمس هتلاقي التي اس اتش يا إما قليل يا إما طبيعي مع أن الفري تي فور قليل وأحياناً تلاقي تي إس إتش عالي بس بسيط لا يتناسب مع قلة الفري تي فور الفري تي فور اللي هو هرمون الغدى الدرقية المفروض لو الغدى الدرقية مش بتفرز هرمونات الأوامر تجي لها كتير يعني تي إس إتش تلاقيه عالي طب أنت لما تلاقي الغدى الدرقية مش بتفرز هرمونات كتير وفي نفس الوقت تي إس إتش مش عالي يبقى السبب من فوق من البيتيوتري الغدى النخمية او من الهايبوثالمس لكن عشان ما تلقبطش نفسك كتير النوع الاشهر اللي انت هتشوفه اللي هو برايمري معناه ان الغدى الدراقية نفسها اللي في الرقبة مش بتفرز فانت هتلاقي التي اس اتش عالي والفري تي فور قليل اعرف كده طيب ايه هي الاسباب بقى اللي تعمل مشاكل في الغدى الدراقية نفسها برايمري هيبوثيروديزم وهل هتبقى مؤقتة ولا دائمة اول سبب الاشهر اللي هو اسمه هاشيموتو ثايروديتس مشهور حتى العيان نفسه يقولك انا عندي هاشيموتو واسمه العلمي كورونيك ليمفوسيتيك ثايروديتس ومن اسمه كورونيك يعني مزمن يعني العيان غالبا هيحتاج علاجه على طول ودي مشكلة اوتو اوميون يعني جهاز المناعة بتاع الشخص بيحصل فيه خلال فيهاجم الغدى الدراقية بتاع الشخص ويدمر خلاياها فالغدى ما تفرزش هرمونات طيب ودي هتعرفها ازاي او هتشخصها ازاي دي تعرفها لما تعمل تحليل اسمه انتي تي بي او انتي بودس انتي ثايرويد بروكسيديز انتي بودس دي اجسام مضادة هتلاقيها عالية في معظم المرضى اللي عندهم هاشيموتو وممكن كمان انتي ثايرو جليوبلين انتي بودس ممكن تلاقيه عالي في معظم المرضى وزي ما قلتلك دي من اشهر الاسباب اللي بتعمل خمول في الغدى الدراقية وغالبا علاجها بيكون طول العمر السبب التاني اللي هو بوست بارتم تايروديتس من اسمه بوست بارتم يعني بعد الولادة يعني سيدة كانت حامل وولدت في خلال اول سنة بعد الولادة ممكن يحصل عندها تايروديتس او التهاب في الغدى الدراقية ينتج عنه خمول في الغدى الدراقية والحسن الحظ ان دي في الغالب بتبقى مؤقتة بقى يعني دي بتقعد من شهرين لاربع شهور وفي الغالب ترجع تاني طبيعية بتعرفها ازاي من التاريخ المرضى ان الستة كانت حامل ودي مرحلة ما بعد الولادة وكمان ممكن اثناء الحمل يكون عندها انتي تي بي او عالي تحليل برضو اللي هو انتي تي بي او انتي بودس ممكن تلاقيه عالي وخلي بالك من النوع ده انه ممكن يبدأ بنشاط وبعدين يقلب خمول تقولي ازاي الغدى الدراقية في الطبيعي بتخزن كمية من هرموناتها فلما يحصل فيها التهاب في البداية بتعصر نفسها وتخرج كمية كبيرة من الهرمونات دي هي مش بتنتج هي بتخرج المخزون جواها فالشخص يبقى عنده نشاط في الغدى الدراقية لكن بعد الكمية دي ما خرجت الغدى مش بتفرز جديد مش بتنتج جديد فيحصل الخمول وزي ما قلتلك في الغالب بتبقى مؤقتة وبعد كده ترجع تشفى وترجع تشتغل بطبيعتها مرة تانية السبب الثالث اللي يعمل خمول في الغدى الدراقية وهو مش شائع قوي اسمه ساب اكيوت جرانيولوموتاس تايروديتس اللي هو دكيرفا 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 ديزيز هو اسمه فرنساوي فالنقط الله اعلم به المهم ان النوع ده من التهاب الغدى الدراقية مش مشهور كتير بيتميز ان بيبقى فيه قلم في الغدى الدراقية نفسها يعني الغدى بتوجع العيان وفيه قلم اسناء البلعة وممكن تلاقي الاسر عالي غالبا بيبقى الموضوع ده مؤقت والعيان غالبا بيرجع لطبيعته مرة تانية ممكن اي التهاب في الجسم او عدوة فيروسية في الجسم تسبب الحالة دي وبرده في النوع ده ممكن يحصل في البداية نشاط في الغدى الدراقية وبعدين تقلب بخمول وبعدين ترجع تشفى تماما السبب الرابع اللي ممكن يعمل خمول في الغدى الدراقية هو الادوية بعض الادوية اللي قدامك دي اللي من اشهرها الاميودرون ريفامبين تيروسين كاينيز انهيبتورز ممكن تعمل خمول في الغدى الدراقية السبب الخامس بقى اياتروجينيك اياتروجينيك معناه تدخل طبي هو اللي تسبب فيه خمول الغدى الدراقية تقول لي ازاي? اقول لك مثلا واحد عنده نشاط في الغدى الدراقية ومش نافع معه العلاج فلازم يعمل عملية فعمل عملية فاصبح عنده خمول في الغدى الدراقية بعد العملية وده وارد وبيحصل عيان تاني عنده نشاط في الغدى الدراقية فعملنا له علاج اشعاعي فممكن يؤدي الى خمول في الغدى الدراقية عيان ثالث عمل علاج اشعاعي على الرقبة لسبب تاني غير الغدة عنده مثلا ورم في البلعوم او في المريء او حاجة زي كده فخد علاج اشعاعي ممكن يتسبب فيه خمول الغدة الدرقية السبب السادس اللي هو ايودين ديفشنسي او نقص اليود في مناطق كتير او بلدان كتير عندها نقص يود في الغذاء بتاعها وعند الشعب في البلاد دي اليود مهم جدا عشان الغدة تقوم بدورها وتصنع الهرمونات بتاعتها عشان كده في بلدان كتير جدا بتضيف اليود على ملح الطعام وعلى اطعمها كتير عشان تحمي شعبها من نقص اليود السبب السابع اللي هو جينز الجينات الجينات بتلعب دور كبير في خمول الغدة الدرقية لقوا ان الناس اللي عندها خمول في الغدة الدرقية اقاربهم من الدرجة الاولى بيبقوا اكثر عرضة للاصابة بهذا المرض وانا بقول اكثر عرضة يعني مش شرط يجي لهم لكنهم اكثر عرضة شوية من غيرهم دي كده كانت معظم الاسباب اللي بتعمل برايماري هايبوثيروديزم او خمول في الغدة الدرقية بسبب الغدة الدرقية نفسها زي ما قولنا لكن فيه اسباب زي ما قولنا لو المشكلة في الغدة النخمية اللي في المخ او الهايبوثيلمس زي اورام المخ وزي حاجات تانية لا داعي للحديث عنها عشان الفيديو طبعا ما يطلش ايه هي الفحوصات المطلوبة عشان تشخص واتتابع حالة خمول في الغدة الدرقية طبعا اول تحليلين مهمين هو التي اس اتش والفري تي فور في حالة البرائماري هايبوثيروديزم ودي الاشهر اللي هتشوفها كتير هتلاقي ان التي اس اتش عالي غالبا اكتر من عشرة الفري تي فور هتلاقيه قليل لان التي اس اتش لو كان من خمسة لعشرة والفري تي فور طبيعي الحالة دي بنقول عليها ميلد او سب كيلينيكال هايبوثيروديزم معناها خمول بسيط في الغدة الدرقية العيان ده اعمل له صورة دم كاملة ممكن تلاقي اناميا اعمله لبت بروفايل او دهون في الجسم ممكن تلاقيها عالية احيانا تلاقي الكرياتينين بتاع العيان ده عالي ممكن تلاقي السوديوم بتاع العيان ده قليل عنده هايبوناتريميا ممكن لو عملت له مستوى البرولاكتين تلاقيه كتير لان في حالة البرائماري هايبوثيروديزم التي ار اتش بيكون عالي وده بيسبب زيادة في البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن ممكن تعمل للعيان ده Ultra Sound صنار على الغدة الدرقية بتفيدك شوية لو فيه كتل في الغدة الدرقية لو فيه Infiltration هتساعدك شوية وغيرها لو لقيت كتل في الغدة الدرقية فده موضوع تاني منفصل لوحده ممكن نبقى نعمله بعدين ازاي تتصرف لو لقيت كتلة او نوديول او كولكيعة في الغدة الدرقية ممكن تعمل دوبلر عشان تشوف في حالة مثلا لو فيه نشاط في الغدة الدرقية هتلاقي أما في حالتنا هنا اللي هو الخمول في الغدة الدرقية هتلاقي على فكرة عينة الكعب التحليل اللي بيتعامل لكل الاطفال دلوقتي في اول يومين تلاتة كده من الولادة بيقيسوا فيه TSH عشان يشوفوا لو فيه خمول في الغدة الدرقية يلحقوا بدري عشان ما يقصرش على النمو العقلي والبدني للطفل وتحصل حالة اسمها كريتينيزم فالتحليل ده مهم جدا اللي هو عينة الكعب علاج خمول الغدة الدرقية ببساطة الغدة مش بتفرز هرموناتها فاحنا هنديها الهرمون ده من الخارج اللي هو ليفوثيروكسين المشهور زي التيروكسين الجرعة بتاعته بتتاخد قبل الفطار بساعة يوميا على معدى فاضية بكباية مية كبيرة لو العيان بتاعك سنه صغير وما عندوش أمراض قلب ولا أي مشاكل تانية ممكن تبدأ له الجرعة المتوقعة مرة واحدة يعني انت شايف انه هيحتاج مية ميكرو جرام يوميا تبدأ معاه بمية يوميا أما لو العيان كبير في السن وعندو مشاكل في القلب فالأفضل ان انت تبدأ بجرعة قليلة وليكن نص أو ربع الجرعة دي ونزود بعد كده كل شهر ونص العيان بيبدأ يحس التحسن من الأعراض اللي عنده دي بعد 3 ل 5 أيام من العلاج وبيزداد التحسن ده مع الوقت ومع استمرار العلاج بنتابع طبعا العلاج والجرعة عن طريق تحليل TSH والتحليل ده بيتعامل كل شهر ونص أو شهرين مش أقل من كده ولما مستوى TSH ينظبت ويبقى كويست نتابع بعد كده كل 6 شهور أو سنة خلي بالك من الأور تريتمنت ان انت تدي جرعات زيادة من الإلتروكسين ممكن ده يدخل العيان في عكس الأعراض اللي كانت عنده يبدأ يحصل عنده رعشة سرعة ضربات القلب رفرفة في القلب ممكن يحصل معها عصبية وهكذا الأعراض تنعكس فخلي بالك من النقطة دي بالنسبة لحالة الميلد أو السب كلينيكال هايبوثيرو ديزب اللي هي خمول بسيط في الغدة الدرقية هندي علاج ولا مش هندي الكلام هنا مختلف عليه شوية في بعض الناس بتقول ما نديش في ناس تانية بتقول لا لو فيه أعراض أو لو كانت سيدة حامل أو لو كانت تحليل اللي هو انتي تي بي او انتي بودز عالي نبدأ علاج جرعة الهلاج طبعا انت بتحسبها كل ما كان تي اس اتش عالي فغالبا العيان هيحتاج إلتروكسين بكمية أكبر لكن عموما ابدأ انت بجرعة قليلة وزود تدريجيا كل شهر ونص وتابع تحليل تي اس اتش لو عايز نعمل فيديو عن نشاط الغدة الدرقية الكتل بتاعة الغدة الدرقية امراض الغدة الدرقية مع الحمل غيبوبة خمول الغدة الدرقية او غيبوبة نشاط الغدة الدرقية اكتب لك الكلام ده في التعليقات وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم